موسيقى أهلا بكم إلى حلقتي هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2024 أنا نهاية الجريري إلى العنوين موسيقى المجتمع الدولي لا يزال متوجسا من علاقة طالبان بالقاعدة ما الذي قلب ملف العمالة في هيئة تحرير الشام رأسا على عقب المعارضون يشيرون إلى وسام الشارع أن تقود مغمض العينين تقرير أممي يبحث في العلاقة بين صناعة السيارات ومظلمة الإيجور في الصين وضيف الأسبوع الأستاذ أحمد سلطان الباحث في جامعة القاهرة يحدثنا عن جغرافية الإرهاب تنظيم داعش لديه وصفة يسميها بوصفة الزرقاوي وهي دائما تقوم على فكرة إثارة الفتن والاضطرابات والنعارات الطائفية والإثنية وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أهلا بكم دائما في أخبار الآن بينما ينتظر الغزيون أن تحسم بيروت أو الدوحة مشروع هدنة يلاحقهم الموت شمالا وجنوبا وفي كل الاتجاهات وفي عالم الجهادية المشروع الجهادي من فشل إلى فشل إلى التفاصيل أصدر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي التقرير رقم 33 المتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات من المسائل اللافتة في التقرير المؤرخ في 29 يناير 2024 العلاقة بين الطالبان والقاعدة معطيات التقرير التي تقوم على معلومات جمعة من الدول الأعضاء قد تبدو متعارضة بعض الشيء فبينما يشير التقرير إلى أن العلاقة بين الطرفين لا تزال وثيقة يستطرد بأن ثمت توتر بين كبار شخصيات القاعدة وطالبان بسبب عدم سماح طالبان للقاعدة بممارسة نشاطهم المعتاد وأن أعتقد حقيقة في هذا البرنامج أن مرد هذا يعود إلى خلافات داخل طالبان ففي الوقت الذي لن يتوانى فيه بعض طالبان عن دعم القاعدة ضاربين اتفاق الدوحة عرض الحائط نجد أن آخرين في طالبان يرفضون هذه العلاقة أو ربما نجد في طالبان طرفا ثالثا من له مصلحة في الإبقاء على شعرة معاوية سيفا في وجه الغرب والجوار وعليه يخلص التقرير إلى أن وجود كبار الشخصيات من تنظيم القاعدة في البلد لم يتغير بالرغم من سعي طالبان إلى الحد من بروز هذه العلاقات مع ملاحظة أن القاعدة في الوقت الراهن أصبحت عاجزة عن شن هجمات معقدة بعيدة المدى في المقابل ينقل التقرير أن القاعدة أنشأت ثمانية معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان بهدف تدريب مقاتلين على تنفيذ التفجيرات الانتحارية لصالح حركة طالبان باكستان طالبان باكستان تي تي بي نشرت بيانا بتاريخ 1 فبراير نفت فيه أن يكون لديها أي أجندة أجنبية على الإطلاق أو أن يكون لها علاقات مع المنظمات المسلحة الأجنبية في ذلك إشارة إلى القاعدة وإن لم يسمي البيان القاعدة تحديدا لفت في التقرير أيضا فصل عن إيرادات الجماعات الجهادية وفيه أن إيرادات فرع القاعدة في الصومال جماعة شباب تبلغ 100 مليون دولار سنويا فيما يواجه فرع القاعدة في يمن تحديات مالية بحيث لم يعد قادرا على دفع أجور أعضائه أو تمويل عملياته ولفت من ما جاء في التقرير عن فرع اليمن تحديدا أن التنظيم هناك يتعاون مع الحوثيين في مسألة تسيير طائرات مسيرة يقول التقرير أن قاعدة اليمن بدأت تستخدم هذه الطائرات المسلحة كما حدث في شبوى في يوليو الماضي بتدريب عملياتي من الحوثيين في ملاف داعش نقل التقرير أنه تمت اعتقادا في المجتمع الدولي أن زعيم داعش في خرسان شهاب المهاجر أو ثناء الغفاري لا يزالوا على قيد الحياة في يونيو الماضي نقلت حسابات موالية لطالبان أن الجماعة تمكنت من قتله في عملية خاصة في كنار شرقا في فبراير 2022 رصدت أمريكا عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المهاجر الذي يعتقد أنه مسؤول عن تنامي إرهاب داعش في أفغانستان بعد أن أغلق زعيم هيئة تحرير شام أبو محمد الجولاني ملف العملاء أطلق صراحة المتهمين مقرا بوجود أخطاء في التحقيق تتعلق باستخراج اعترافات كاذبة تحت التعذيب بعد هذا بدأ أبو محمد الجولاني سلسلة لقاءات مع المطلق صراحهم متعهدا بأنه سيقتص لهم هو وكبار أعوانه قادوا وفودا إلى طعوم تحديدا للقاء القياد العسكري رفيع أبو عبد السحري هذا الأسبوع ظهر أحمد زيدان في مجلس الطعوم وكذلك أعضاء حكومة الإنقاذ وحتى مظهر الويس ثالث القحطاني زنكور الذي ظل غائبا طوال الأسبوع الماضية مع تواتر أنباء هروبه أو اعتقاله ظهر الرجل في أحد هذه المجالس ومثلهم ظهر قائد الجناح العسكري أبو حسن الحموي الذي زار قادة عسكريين آخرين اعتقلوا على ذمات الملاك الجولاني تابع لقاءاته مع المفرج عنهم وأقام لهم مأدبة في مكان رفيع كما التقى مجلس الشورى وأعضاء الحكومة لتبرير وتفسير الأحداث الأخيرة مكررا تعهده بالاقتصاص للمتضررين مقربون من الهيئة نقلوا أن للمتضررين من التعذيب الحق في القصاص والدية والقضاء الشرعي لكن غابة عن هذه اللقاءات ثلاثة من أهم الفاعلين في هذا الملف ملف العملاء أبو أحمد حدود وأبو حفص بنش وأبو عبيدة منظمات القيادة رفيع أبو حفص بنش اعتزل الجناح العسكري منذ الساعات الأولى لإغلاق الملف خلال الأسبوع الماضي تواترت أنباء عن إقالة أو استقالة أبو أحمد حدود أنس حسان خطاب نائب الجولاني والأمن الأول الذي يقف في الصف المناهض لمحور القحطاني زكور حساب أخبار إدلب لحظة بلحظة نقل أن مناوشة وقعت بين الجولاني وحدود بسبب إفراج الجولاني عن العملاء من دون استشارته أو علمه ما تسبب في إحراجه وتخجيله أمام جماعته الحساب نقل أن المشادة بين الرجلين انتهت بأن قال حدود للجولاني رح أترك الملف الأمني وأنت اتصرف في الأثناء وردت أنباء متضاربة أيضا عن غياب أبو عبيدة منظمات مسؤول ملف عملاء التحالف في الهيئة والذي يعمل تحت إمرت حدود البعض قال إنه اعتقل وآخرون قالوا إنه فر ومعه يقال إن الهيئة اعتقلت محققا سيء الصيد معروف بكنية أبو الجماجم المعارضون من أمثال أبو العلاء الشامي وكان أمنيا متنفدا في الهيئة قبل أن ينشق عنهم قال إن اعتقال هؤلاء هو اعتقال مؤقت من أجل امتصاص الغضب الداخلي موضحا أنهم يقيمون في سجن خمس نجوم في معبر الهواء في موقع آخر كشف أبو العلاء عن قائمة الإجرام السوداء المسؤولة عن قصص التعذيب الأخير والحقيقة هذه القائمة مفصلة بالأسماء والكنا والمهام ولأن الأسماء الواردة فيها تكررت في أكثر من حساب معارض ارتأينا استعراضها يقول أبو العلاء أن على رأس القائمة يأتي الجولاني نفسه باعتبار أنه مسؤول اللجنة المشرفة على ملف العملاء ومن يعطي أوامر التعذيب يليه حدود الذي يعطي الأوامر الخطية تنفيذا لإملاءات الجولاني يوازيه عبد الرحيم عطون الذي يفتي باستخدام التعذيب ثم يأتي طاقم التنفيذ مثل المدعي العام أبو عزام تركمان وأبو عبيدة منظمات مسؤول ملف التحالف ونائبه خلف الذي يتابع تنفيذ أوامر التعذيب يليه محققون معروفون بأساليب تعذيب وحشية كما يقول أبو العلام وعليه السؤال الأبرز كيف سيقتص الجولاني من كل هؤلاء كيف سيقتص من ذاته لهذا رأى المعارضون أن فكرة القصاص والتشكيل لجان متابعة هي أفكار هزلية والآن إلى أي درجة يستطيع الجولاني تجاوز هذا المأزق واضح أنه تمت مخاوفا من تململ في الجناح العسكري تحديدا فبينما منفك أحمد زيدان ذراع الهيئة الإعلامية يشيد بعسكر الهيئة درعا حصينا لثورة الشام وحماية لبيضة أهل السنة والجماعة ينقل معارضون أن عسكريين في الهيئة بدأوا يتحدثون بجدية عن عزل الجولاني حساب قص السراع في الشام قال أن عسكر الهيئة اليوم ينقسمون إلى قسمين قسم بدأ بنسج ولاءات وتشكيل كتلة قوية وهدفه عزل الجولاني لكنهم لا يجدون شخصية قيادية كارزمية والقسم الثاني هدفه فقط سجن أبو أحمد حدود وعودا على بدء ما الذي حدث في هذا الملف بحيث انقلبت الأمور 180 درجة أبو يحيي الشام القادم وشق عن الهيئة نشر السلسلة بعنوان معلومات خطيرة عن ملاف عملاء الهيئة وعمل الجولاني على دفنه جاء في هذه السلسلة أن التحول في الملاف جاء بسبب المدعو وسام الشرع ينقل أبو يحيي أنه قبل سبعة أشهر اعتقل أبو عبيدة منظمات أشخاصا محسوبين على وسام الشرع أو أويس الشامي الذي يعتبر اليوم من أكثر المقربين من الجولاني من هؤلاء من اعترف على أوس الشامي شقيق وسام هذا الشقيق يعمل في ملاف النظام وتحديدا في قسم الهاكر بحسب أبو يحيى رفض الجولاني اعتاء أبو عبيدة إذنان باعتقاله ويعلق أبو يحيى اعترافات أوس ستأتي بوسام ووسام سيأتي بالجولاني ولكي ينهي الجولاني هذا الخطر تدخل لإنهاء كل القضية قضية العملاء وإخراج المقبوض عليهم ابتداء بأوس تحت عنوان القيادة مغمض العينين شركات سيارات تضغادة عن معسكرات العمالة بالسخرة في الصين نشرت منظمة حقوق الإنسان هيمون رايتس ووتش تقريرا متخصصا أعده الباحث جيم ويرمينغتون يثبت أن الصين تصدر سيارات وقطع غيار تستخدم في تصنيعها الألمنيوم الذي ينتجه الإيغور وغيرهم من الإثنيات المسلمة في معتقلات السخرة 10% من الألمنيوم في العالم يستخرج من إقليم شنشان المنكوب حيث يعيش الإيغور في 2023 كانت الصين الأكثر إنتاجا وتصديرا للسيارات وقطع الغيار في العالم من شركات السيارات المستهدفة التي تستخدم المنتج الصيني جنرال موتوز وتسلا وتيوتا وفولكسفاغن ويلفت التقرير إلى أن الصين تتعمد إرسال الألمنيوم المنتج في شنشان إلى مناطق أخرى في البلاد لإعادة صهره بحيث لا يمكن تتبع المنشأ الأمر الذي يصعب على بعض الشركات التحقق من مصدر المواد المستخدمة في التصنيع في المقابل يلفت التقرير إلى أن ثمت شركات تدرك الإجراءات القمعية التي تتخذها الصين في حق الإيغور ولكنها تختار أن تتغاضى عنها عندما تبنى داعش الهجوم على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول وجيره إلى فرع التنظيم في تركيا تفاخر بأن منفذي الهجوم انسحبا من المكان بسلام بعد الهجوم بأيام ألقت الشرطة التركية القبضة على الرجلين وهما أميرجون خوليكوف ويحمل جواز سفر تاجيكي وديفيد تانديويف ويحمل جواز سفر روسي الاثنان كانت ضمن خلية قادها شخص يدعى أندريغوزون ويعرف باسم أبو ديرار الشيشاني هذه الخلية كانت تخطط أيضا لتفجير اتحاري تنفذه امرأة كما كانت تعتزم إقامة معسكر تدريبي لإرسال مقاتلين إلى أمريكا أهلا بكم دائما في أخبار الآن نرحب هذا الأسبوع مرة أخرى بالأستاذ أحمد سلطان الخبير في الجماعات الجهادية والمتطرفة والباحث في كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة يكتب في مواقع عدة متخصصة مثل الأخبار الآن وتريندس وإداءات شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ سلطان شكرا أستاذتنا وموفقين دائما أهلا بك دائما صدر أخيرا كتاب عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هي مجموعة بحثية شاركت حضرتك فيها عنوانها جيوبوليتيكس الإرهاب مناطق الخطر فهم العلاقة بين جغرافية البشر والإرهاب هل نفهم من هذا العنوان أنها سمت علاقة بين الجغرافية والإرهاب وبالتالي ما معنى أن تكون هناك علاقة؟ نعم في البداية الكتاب الذي صدر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو تتم لكتاب صدر العام الماضي بنفس العنوان لكنه كان يركز على الجغرافية السياسية والجزء الثاني هو تركيز على الجغرافية البشرية وعلاقتها وعلاقة عوامل الجغرافية بشكل عام بالظاهرة الإرهابية ونموها وتطورها وصولا إلى الوضع الحالي يعني مع إعطاء نماذج تطبيقية وحالات تطبيقية من مختلف المناطق والدول بما في ذلك المنطقة العربية هناك بالطبع علاقة وثيقة للغاية بين الجغرافية والإرهاب ويلاحظ أيضا أن الجهاديون أنفسهم اهتموا بهذه العلاقة حتى أن التنظيرات الخاصة بالانتشار وحروب العصابات قامت على أساس أفكار جغرافية يعني عندما يعتبر التنظيم داعش أن مركز الخلافة أو مركز ثقة للخلافة العراق وسوريا ويستمد نظرية The Heart of Land يعني هي نظرية مشهورة في الجغرافية السياسية واحدة من النظرات المؤسسة يعتبر أن هذه القلب وهناك أطراف التنظيم بنفس النظام وهو الذي كان على أساس تنظيرات القاعدة من قبل يقول نفس المبدأ تقريبا وهذا يعني يكشف ارتباط التنظيرات الاستراتيجية للجهاديين بالأفكار الجغرافية والجيوب والتيكية أيضا فيما يتعلق بالجغرافية السياسية تنظيم داعش اعتبر أن المركز هي منطقة العراق وسوريا والأطراف ستكون تلعب دور المشاغلة والمطاولة سواء في إفريقيا أو في وسط وجنود آسيا وحتى في اليمن وهذا نفس الأمر الذي نص عليه المنظر الجهادي المعروف عبد الله بن محمد في سلسلة مذكرة استراتيجية تحدث فيها عن أن تكون منطقة سوريا هي منطقة القلب وتقوم مناطق أخرى بدور الزراع وهو هي الزراعين عفوا وهو سماها أيضا نظرية الزراعين الجهادية وهي نفس النظرية تقريبا التي يعني طبقها تنظيم داعش من ناحية أخرى وفي ضوء الكتاب الثاني والصادر مؤخرا يعني عن المركز وفيما يتعلق بجغرافيا البشر لماذا يستهدف تنظيم داعش العراق والسوريا هذا كان السؤال المحرك لإخراج هذا الكتاب نلاحظ أن تنظيم داعش لديه وصفة يسميها بوصفة الزرقاوي وهي دائما تقوم على فكرة إثارة الفتن والاضطرابات والنعارات الطائفية والإثنية وهذه الوصفة تقريبا هي التي قام عليها في العراق ثم سوريا وهي نفس الوصفة تقريبا التي يحاول تطبقها في إفريقيا ويلاحظ أن التنظيم من ناحية الجغرافيا البشرية بمراجعة أناط السلوك الجهادي أنه يعتمد بالأساس على استهداف الدول التي تكون فيها مشكلات تتعلق بجغرافيا السكان ووجود تنافر وعدم انسجام بين طوائف أو فئات السكان وبعضهم البعض أيضا يلاحظ في نفس السياق أن التنظيم لم يكن ليستمد هذا الزخم لو لا وجود مشكلات في إطار بنية دولة ما بعد الاستعمار في المنطقة العربية أو حتى في القرية الإفريقية وفي مناطق من جنوب ووسط أسيا وبنية دولة ما بعد الاستعمار كان لديها سواء بحكومات أو بأنظمة مختلفة كان لديها مشكلة دائمة هي اتباع استراتيجيات تنمية غير متوازنة أو حتى فاشلة ويجعل هذا الأمر الدول تتضخم في المركز في العواصم وتضعف في الهوامش أو في الأطراف وفي مناطق العواصم نفسها نجد أماكن للطبقة العالية وأماكن عشوائية وما إلى ذلك وكل هذا نشأ بالأساس تفكير داعش من هذه النقطة أنه يستغل استراتيجيات التنمية غير المتوازنة ويحاول إثارة الذين لم يحصلوا على الخدمات ويقدم نفسه على أساس أنه الدولة ومصطلح الدولة هو مصطلح مستقى من أدبيات العلوم السياسية وهذا بالمناسبة ليس مصطلحا جهاديا لكن التنظيم أراد أن يطرح نفسه كبديل لدول ما بعد الاستعمار أو لأنظمة ما بعد الاستعمار في المنطقة العربية لفت حقيقة كلامك وحديثك المستفيد عن داعش أنت أيضا اشتغلت على داعش كثيرا على تاريخ داعش بعد الباغوز لا يزال داعش يروج أنه الأفضل بعد هزيمة الباغوز والأقدر على النهود بالمشروع الإسلامي رغم هذا يرى باحثون أن التنظيم مات عمليا في العراق كيف يمكن أن نربط بين هذا الكلام والكلام اللي حكيته حذرتك عن رمسية القلب عن العراق والشم بالنسبة لداعش ماذا يقول هذا عن داعش وفشل المشاريع الجهادية؟ يعني دعينا نقول أن هذا عود على بدء وأخذ من الكلام السابق لما هو قادم في رأيي أني أختلف قليلا أو ربما كثيرا مع الباحثين الذين قالوا أن التنظيم مات لأن هذا التنظيم قام على أساس بس إحنا منحكي عن العراق تحديدا أستاذ نعم نعم يعني أنا أتحدث هنا تحديدا عن دولة العراق وسوريا وأنا هنا أنطلق من نفس الفكرة التنظيم قام على أساس أساس مشكلات طائفية أساس مشكلات تتعلق بالتنمية والعوامل الاقتصادية ومشكلات سياسية أيضا تتعلق بالاندماج الوطني في إطار الدول الوطنية أو الدول القومية الحديثة يعني وأنا أقصد الدول التي نشأت بعد صلح وستفاليا بشكل عام والتي ما زالت قائمة حتى الآن الآن التنظيم يضعف ويخفت إلى مدى غير مسبوء وهذا نعترف به ونقر به لكنه لم ينتهي ولن ينتهي التنظيم ما لم تنتهي الأسباب التي أدت إلى وجوده يعني ننتقل إلى العراق ما حدث أن التنظيم تعرض لاستهدافات عديدة ومن ضمن هذه الاستهدافات التي تشبناها قوات مكافحة الإرهاب في العراق بشكل دائم قودت بناه التنظيمية وهياكل الاتصالات وهياكل السيطرة وما إلى ذلك مؤخرا التنظيم بدأ يعيد بناء وترميم هذه الهياكل والقدرات ولديه المئات من المقاتلين منتشرين في مناطق جبال حمرين وفي منطقة وادي الشاي وفي مناطق محافظات الأنبار ونيناوى وصلاح الدين وقام بتعيين قيادات جديدة لتتولى مسؤولية القيادة والسيطرة وأيضا أصلح هياكل الأمن والاتصالات حتى لا يتعرض لاختراقات مؤثرة كما يحدث دائما وما زالت قوات مكافحة الإرهاب العراقية تشن الحملة تلو الحملة وهذا دليل على أن خطر التنظيم لا يزال قائما لأن التنظيم لديه تجربة سابقة كان ضعفة إلى أبعد مدى ولم يبقى من أفراده سوى العشرات وعندما توفرت الظروف المناسبة وفتحت الساحة السورية انتشرت تنظيم وتمدد وذهب إلى أبعد نقطة بإنشاء الخلافة المكانية التي انهارت بعد سقوط الباغوز في 2019 ونأتي الآن إلى الفرع الآخر من الجهاديين القاعدة أيضا أنت من الباحثين العرب اللي يشتغلوا على وثائق أبود أباد لك فهم واضح لمداخل التنظيم من العمق لغاية الآن لم تبط القاعدة بمصير الظواهري وبالتالي مسألة سيف العدل والعلاقة الإيرانية لا تزال معلقة سواء عند أنصار التنظيم أو المناظرين كيف تنظر لهذا الأمر غير المسبوق؟ الواضح أن التنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة يطلق حملة دعائية يريد إثبات منها أنه موجود وأنه تعافى وأن لديه قدرات على العمل والحركة والنشاط لكن يبقى السؤال الهام والذي لا يجب عنه التنظيم ما هو مصير الظواهري؟ المعروف الآن أن الرجل قتل وأصبح معلوما لدى الجهاديين أيضا أنه انتهت مسيرة الظواهري إذن من الأمير التالي؟ الأدبيات الجهادية تقول أنه لا يحل لفرض من أفراد التنظيم أن يبيت وليس في عنقه يبيع للأمير وأمير التنظيم إذن هل أصبح كل أفراد القاعدة الآن آتمين من منظور الأيدولوجيا الجهادية أو مذنبين لأنهم لا يعرفون أميرا كي يبيعه؟ في الواقع تنظيم القاعدة كان حالة ربما نقول أنها كانت حالة راديكالية أو ثورية كانت موجودة في فترة معينة ثم خفتت هذه الحالة لو لا أن بعض الأفرع الخارجية للتنظيم بدأت تنشط وفي الأساس هذه الأفرع تختلف عن مركز القاعدة أو قاعدة خرسان الأفرع الخارجية لديها استراتيجياتها المحلية ولديها أجدتها القصة بها لكن التنظيم يحاول أن يظهر أنه بمثابة العقل الموجه أو الفرض الذي يحرق كل هذه المسيرة لكي يخفي ضعف التنظيم الآن في أضعف مراحله ولديه مشكلات وخلافات قيادية تتعلق بمن يخلف أي من الظواهري ولذا مر نحو العامين ولم يتم الإعلان عن مصير الظواهري ولا من الأمير التالي لأول مرة في تاريخ تنظيم القاعدة أما مسألة سيف العدل فسيف العدل هو واحد من الشخصيات المتيرة للجدل في تاريخ القاعدة وفي مسيرتها والرجل لم يكن مؤسسا لتنظيم القاعدة ولا حتى من السابقين للانضمام إليه إنما دخل التنظيم في وقت متأخر ولجوء التنظيم لاختيار سيف العدل الذي يقول عنه أسامة بن لادن أنه لا يصلح وهنا أحل وثائق أبو تأباد وللنسخة التي اعتمدتها القاعدة التي اعتمدها التنظيم ونشرها أنه أسامة بن لادن يقول أنه لا يصلح لأنه يكون الأمير ولا نائب الأمير إذن هل يختار التنظيم شخصا غير كف لإدارته وقيادته ومن ناحية أخرى ما زال موجودا في إيران بكل ما يعنيه ذلك من تناقض وتضاد مع الأيدولوجيا الجهادية والمنهج الجهادي الذي يتشبق به القاعدة سؤال أخير أستاذ أحمد سلطان الحرفي غزة سببت شرخ عميق في أوساط الجهادين لماذا القضية الفلسطينية إشكالية عند الجهادين؟ نعم هذا بالأساس يعيدنا إلى البدايات الأولى وبواكير نشأة الحركة الجهادية المعولمة أو الجهادية العالمية تنظيم القاعدة عندما قام قال إنه يهدف إلى دعم قضية فلسطين وأنه استهداف للولايات المتحدة هو استهداف لها لأنها تدعم تل أبيب في مساعيها وفي خططها للسيطرة على كامل الطراب الوطني في فلسطين وما يحدث حاليا ويعيد النظر إلى مسألة من العدو بالنسبة إلى الجهاديين هل هو الولايات المتحدة أم إسرائيل أم غير ذلك؟ ثانيا السؤال الذي يطرحه الجميع ماذا قدم الجهاديون للقضية الفلسطينية؟ هو من شغله بقتال أنظمة عربية أو باستهداف جيوش عربية أو حتى ربما المحاولة الوحيدة كانت هجمات 11 سبتمبر استهداف الولايات المتحدة لكن كل هذا بقي بعيدا عن استهداف إسرائيل بشكل مباشر الآن هناك سؤال في الشارع العربي الذي يهدف الجهاديون لتجنيد أبنائه ماذا قدمتم من أجل فلسطين؟ لماذا رأينا المفخخات تضرب الجيش العراقي والسوري وهجمات في الأردن وفي مصر وفي غيره ولم نشهد هجمات جهادية حقيقية ضد إسرائيل الشرخ الجهادي أيضا ينبع من نقطة تتعلق بالخلافات المنهجية بعض الجهاديون رأوا أنهم الآن لابد أن يدعموا الفصائل المقاومة في قطاع غزة في مقابل العدوان أو الحرب الإسرائيلية وبعض الجهاديون الآخرون يكفرون حماس ويكفرون كل الفصائل ويعتبرون أنها جمعات ضرار لابد من قتالها فضلا عن أن تنظيم داعش يرى أن لديه ثأر خاص مع حركة حماس لأن القضاء على فرع التنظيم في سيناء جاء بمساعدة حركة حماس فالجهاديون الآن مختلفين حول الأولويات والاستراتيجيات ومن هو العدو لكن من ناحية أخرى في رأيي أن ما حدثت في قطاع غزة ومشاهد القتل والدمار الذي يستهدف الفلسطينيين ستشكل وقودا لموجة جهادية قادمة وهذه الموجة بططعا ستكون أشد وأعنف من الموجات السابقة وإلى مكمن الخطر الأستاذ أحمد سلطان شكرا جزيلا لك شكرا شكرا يا أستاذ وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن أنا نهاتي الجريري مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة